عشر دقائق بعد السادسة مشاهدين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من أمام الشاشة الصغيرة لمجموعة والفجر ونقدم لكم أحداث الإسبوع أحداث الإسبوع لعاشية يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر أبريل شهر العظماء لعام 2017 والموافق 16 من شهر الرجب لعام 1438 هجريا ونبدأ كالمعتاد أحداث الإسبوع بأبرس العناوين ارتفع عدد ضحايا حريق تجمع الدكة في منطقة مدينة جوناس إلى 23 شخص و28 آخرون أيضا تعرضوا لحالات حرق خسيرة وهنا سكان منطقة سانتينجيني في تنبا كوندا يرفعون صوت الطلب النجدة نحو السلطات المسؤولة وذلك لحل الأزمات الكثيرة التي يلاقونها وهنا أيضا رفعت نقابة تجمع الحرس في السنغال صوت الاستنكار للظروف الصعبة التي يعيشونها في قطعهم الذي وصفوه بالردية وأخبار أخرى ستأتيكم على الهواء مباشرة من الحزب الوطني وأيضا في اللقاء ومن هنا مشاهدين الأكارم نكون قد قرأنا أبرز العناوين المحلية التي سنقرأها بالتفاصيل عليكم بعد هذا الفاصل أصعد اللهم ساءكم ارتفع عدد ضحايا حريق تجمع دكا في منطقة مدينة جوناس إلى 23 شخص و28 آخر هنا تعرضوا لحالات حرق خطرة لمزيد من التفاصيل عن هذه الحالات الخطرة التي تعرض لها أهل مدينة جوناس سنشاهد هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى ارتفع عدد ضحايا حريق التجمع الروحاني دكا في منطقة مدينة جوناس إلى 23 شخصا و28 آخرين تعرضوا لحالات حرق خطرة وقد تضاربت الأقوال حول الأسباب الحقيقية لهذا الحريق الذي خلف كذلك خسارات مادية تقدر بعجرات الملايين وعلى السعيد الرسمي زار وزير الداخلية موضع الحادث يوم أمس الخميس كما أن من المبرمج أن يزور رئيس الجمهورية المنطقة خلال هذا اليوم الجمعة ومن حريق دكا في مدينة جوناس نأتي إلى تنبا كوندا أو بالتحديد في سانت جيني هنا سكان منطقة سانت جيني في تنبا كوندا يرفعون صوت الاستنكر وطلب النجدة أيضا نحو السلطات المسؤولة لحل الأذمات الكثيرة التي يلاقونها في المنطقة لمزيد من التفاصيل عن هذه الأذمات نشاهد سمناود رفع سكان منطقة سانت جيني في تنبا كوندا صوت طلب النجدة نحو السلطات المسؤولة لحل الأذمات الكثيرة التي يلاقونها ومن بينها عدم الحصول على توصيلات الكهربائية في المنطقة وعدم الأمن وكان ذلك بمناسبة حفلهم التقليدي السنوي وقد طلبوا كذلك من النائب البرلمانية نيوليجوف تبليغ مطالبهم إلى السلطات المسؤولة عسى أن يجدوا لها حلولا عاجلة ومن تنبا كوندا مشاهدين نأتي إلى نقابة تجمع الحرس في السنغال هنا رفعت نقابة تجمع الحرس في السنغال صوت الاستنكار للظروف الصعبة التي يعيشونها في قطاعهم الذي وصفوه بالرضيئة وقالوا بأن رواتبهم رمزية فقط والاتفاقيات المبرمة بينهم وبين المسؤولين لا تحترم فهي مجرد حبر على ورقة كما أنها غير ورقة في صيقتها وليس لهم أي ضمان اجتماعي وقد توعدوا في اتخاذ أساليب أخرى إذ لم تحل مشكلتهم هذه وما زلنا مع حضرتكم مشاهدين الأكارم على الهواء مباشرة ونأتي إلى الحزب الوطني هنا زار الحزب الوطني أو زار إدريس السك عمضة بلدية دكار خليفة السل الخاضع على زمة التحقيق وذلك في زنزانته بسجن ربس لمزيد من التفاصيل عن هذه الزيارة التي قام بها إدريس السك لخليفة السل نشاهد ثم نعود زار زعيم الحزب الوطني رومي إدريس السك سيد ربز الاثنين الماضي لزيارة عمضة بلدية دكار خليفة السل الخاضع على زمة التحقيق تحت قضية اختلاص صندوق تضامن للبلدية ومن لف آخر يحاكم عليه بخصوص تهمة الاختلاص والتآمر مع شركات مزيفة وأثار هذا الاحتجاز غضب الكثير من الطبق السياسي والرأي العام الوطني والدولي وقال رئيس الوزراء السابق إدريس السك خلال لقائه مع الصحفيين بعد أن زار عمضة بلدية دكار خليفة السل جئت لزيارة صديقي وأخي خليفة السل وأردنا أن نلقي بظلاله مستقبل سياسته وتوقعاته السياسية وأضاف أنه طمأن خليفة السل بأنه ليس بدعا ممن غضوا ضحية مؤامرة من طرف الدولة وأنه سبقه بهذا الوضع وأبدأ إعجابه به حيث وجده هادئ البال يقوم بالألعاب الرياضية وينغمس في القراءة ورحب الحالة النفسية التي لمحها من عمدة بلدية دكار حيث أعرب قائلا أنا سعيد جدا للعصور عليه في حالة ممتازة وبصحة جيدة جدا وشدد في نقد أسليب النظام حيث اعتبره نظاما قديما غير مقبول في العالم المتحضر اليوم وعبر عنده الشهي في أن الرئيس مكسل وعشيرته لم يفهموا أن السنغال قد تغيرت وأن أفريقيا قد تغير وشعب لم يعد يقبل الظلم والشعب كذلك لم يعد يقبل أي زعيم يعالج قضاياه الشخية أو السياسية باستخدام العدالة كأداه وشراء الوعي أو اتخاذ بعض الصحف كوسيلة للشيطن أو لمهاجمة خصومه السياسيين وأعقب أن الشعب في جميع مكوناته يبقى يدا واحدا لوضي حد على جميع هذه الاعتداءات المستمرة إلى حد الآن بحق كل من خليفة سل وبامبفال اللذين في سجن ربز ومن زيارة إدريسا سيكا للحليف خليفة سل في سجن ربز نأتي إلى خبر آخر مشاهدين الأكرم هنا السلطات الأمنية في منطقة اللغة تحتاجز عشرات من عربات النقل المعروفة بسرعة لمزيد من التفاصيل عن هذا الاحتجاز التي قامت به السلطات الأمنية في اللغة نشاهد ثم نعود احتجزت السلطات الأمنية في منطقة اللغة عشرات من عربات النقل المعروفة محليا بسارت وذلك إثر قرار وزاري يرى أصحاب هذه العربات أنه كان من المفروض أن يكون ساري المفعول بعد ستة أشهر ولكن السلطات قد استعجلت في تنفيذه ضدهم ويقضي القرار بتحديد ساعات حركة هذه العربات من الصباح حتى السابع مساء وما فوق ذلك يعتبر مخالفة وإلى جانب ذلك يستنكر أصحاب العربات الغرامات التي يطالبون بها قينا لآخر ونأتي من اللغة نأتي إلى مدينة بابو هنا زيارة سنوية انتهز من خلالها سكان مدينة بابو هذه الفرصة لسرد المشكلات الكثيرة التي يعانون منها في المنطقة بمناسبة زيارتهم السنوية انتهز سكان مدينة بابو هذه الفرصة لسرد المشكلات الكثيرة التي يعانون منها في المنطقة بما في ذلك عدم الأمن وبحالات السرقة والنهب والاعتداء بجانب عدم جودة الطرق كما يطلبوا بتحديث مدارسه مشاهدين الأكارم ما زلنا مع حضرتكم على الهواء مباشرة وما زالت الأخبار تأتيكم من أمام الشاشة الصغيرة لمجموعة والفجري ونستكمل مع حضرتكم النشر الإخبارية أحداث الإسبوع هنا سواقي الدراجات النارية المعروفة بجاكرتا نظموا هنا اعتصاما كبيرا أمام مقر والفجري بمدينة كولك مستنكرين تصرف السلطات المحلية في حقهم نريد أن نعرف مزيد من التفاصيل عن هذا الاعتصام نذهب معكم إلى كولك ثم نأود مرة أخرى إلى داكار نظم جمع من سواقي الدراجات النارية المعروفة محليا بجاكرتا نظموا اعتصاما أمام مقر والفجري في مدينة كولخ مستنكرين تصرف سلطات المحلية في حقهم واصفين مهنتهم هذه بالشريفة وأنهم ليسوا صعاليك أو مجرمين وقد استنكروا قرار السلطات الأمنية القادي بإرغامهم على لبس تغيات الأمان وقالوا بأن ذلك يضرهم لأن مدينة كولخ في هذه الآوينة ساخنة للغاية مما لا يتأتى معه احترام هذا القرار الذي لم يستشار فيه ومن الاعتصام أو النظام الذي نظمه هناك أصحاب جاكرتا في كولك نأتي إلى حركة أخرى وهي حركة أوكي كريم هي أيضا نظمت مهرجانا سياسيا في جنوب البلاد بإقليم سيجو وذلك قالوا من خلال هذا التنظيم بأن المنطقة توصف بأكثر المناطق السنغالية وأشدها فقرا لمزيد من التفاصيل عن هذا الفقر الذي درب منطقة سيجو والذي أكده حركة أوكي كريم نشاهد سمنود مرة أخرى نظمت حركة أوكي كريم مهرجانا سياسيا في جنوب البلاد بإقليم سيجو وقالوا بأن المنطقة توصف بأكثر المناطق السنغالية وأشدها فقرا وذلك نتيجة تهميش السلطات المحلية لها منذ مدة طويلة الأمر الذي يرون أنه غير لائق بهم ولا بمنطقتهم وقالوا من جهة أخرى إنهم سيوحدون صفوف أنصار الحزب الديمقراطي بي دي ايس المنطقة حتى يخوضوا في الانتخابات التشريعية القادمة بصف موحد مشاهدين الأكارم بحركة أوكي التي نظمت هذا الاعتصام في سيجو نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة ومن الأخبار المحلية نذهب معكم إلى دول العالم أو الأخبار العالمية نشاهد الأخبار العالمية ثم نعود لتذكير بأبرز العناوين بأعداد كبيرة نزلت المعارضة في جنوب إفريقيا للتظاهر في شوارع بريتوريا مطالبة الرئيس جاكوب زومة بالاستقالة وأمام مقر البرلمان ومكاتب الرئاسة ردد المحتجون بصوت واحد زومة ينبغي أن يرحل وإزاء هذه الاحتجاجات التي حضرتها فئات عدة من جنوب إفريقيا من مختلف الأعراق والديانات والثقافات في البلاد وصف زومة المحتجين بالعنصريين ويقول زعيم حزب AFF المعارض إذا كان رفضنا لزومة يعني عنصرية فأننا عنصريون وإذا كان رفضنا لزومة يعني أخذ مال من البيض فأننا فخورون بأن نأخذ مالا منهم لأن كل من يمول مكافحة الفساد هو وطني ومنذ أشهر يواجه زومة سلسلة من الفضائح في قضايا فساد إضافة إلى أنه عين أواخر الشهر الماضي عديد الوزراء ومعظمهم من الموالين له بينما تنح المعارضون اضطرارا انفجار مجهول الأسباب وقع بالقرب من محطة مترو سان بيترسبورغ في روسيا أصفر عن إصابة شاب بحسب مصادر أمنية محلية وقالت ويكلته أن تصب بجروح بعد انفجار جسم مجهول بين يديه هذا الانفجار يأتي بعد أسبوع من التفجير الذي استهدف محطة مترو الأنفاق في المدينة أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ضخمة من نوع جي بيو 43 وهي القنبلة الأكبر غير النووية واستهدفت القنبلة المسمى أم القنابل الخميس كهوفا يتحاصن بها مقاتل تنظيم الدولة الإسلامية داعش شرق أفغانستان القنبلة جي بيو 43 كبيرة جدا قوية ودقيقة في إصابة أهدافها استهدفنا أنظمة الكهوف والأنفاق التي يتحرك بها مقاتل داعش ما سهل عليهم استهداف مستشارين عسكريين أمريكيين وقوات أفغانية في المنطقة وتعد هذه المرة الولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة خلال القتال قنبلة يصل حجمها إلى ما يقرب من 10 ألاف كيلو غرام لدينا أعظم جيش في العالم وقد قام بعمله كالعادة لقد منحناه التفويض الكامل وهذا ما يفعلونه وبصراحة لهذا السبب هم ينجحون مؤخرا القنبلة أسقطتها طائرة من نوع MC 130 فوق منطقة آشين بمقاطعة نانجارهار قرب الحدود مع باكستان بحسب وزارة الدفاع الأمريكية دون الإفصاح عن حجم الخسائر والضرر الذي سببته أم القنابل روسيا تلجأوا لاستخدام حق النقض ضد مشروع قرار أممي يتهم الغرب من خلاله الرئيس السوري بشار الأسد بشأن هجوم كيميائية على بلدة خان شيخون القرار تم اقتراعه من قبل واشنطن باريس ولندن وطلب السلطات السورية بتقديم تفاصيل العمليات العسكرية وتمكن المحاققين من الوصول إلى القواعد الجوية إن مشروع القرار الترويكا يتهم أحد الأطراف دون القيام بأي تحقيق مستقل وموضوعي وهذا مخالف لجميع قواعد العدلة قال ممثل روسيا في الأمم المتحدة واشنطن دعا دماشق إلى اعتبار التصويت بمثابة تحذير فرنسا تشعر بالفزع نتيجة هذا التصويت بالرغم من حرص على المشاركة بحسينية في المناقشة الخاصة بمشروع القرار فشلنا مرة أخرى في أن نكون في مستوى المسؤوليات التي نرغب في تجسيدها قال السافر الفرنسي لدى الأمم المتحدة وليس نحن 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 ولا تزال دماشق وحليفتها موسكو تنفيان اتهامات الدول الغربية للجيش السوري بالوقوف وراء الهجوم بالغزة السامة في مدينة خانشيخون الذي أودى بحياة 86 شخصا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد أكثر من 13 عاما على عمل مهمة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هيتي صوت مجلس الأمن الدولي الخميس بالإجماع على إنهاء المهمة في منتصف تشرين الأول أكتوبر المقبل واستبدالها بقوة شراطية غير أن الجدل دار حول البعثة في السنوات الأخيرة وتوهم مراقبوها بالاتداء الجنسي ضد الأطفال إضافة إلى لومهم في تفشي الكوليرا يجب أن نعترف أن المشردين من الأطفال من بين 12 سنة إلى 15 يعيشون حياة بؤس وجوع مراقبو حفظ السلام أغربوا الأطفال بالوجبات الخفيفة والحلوة ودفع الأطفال بثمنا باهظة لهذه الحلوة وهو الاعتداء الجنسي وقد استغل 134 مفتشا سيرلينكيا تسعة أطفال هيتيين بين الأعوام 2004 إلى 2007 يجب أن نتخذ كافة الإجراءات المتوفرة في مصادر الأمم المتحدة وتحريكها مصادر بشريا فنية مالية لتعويض ضحايا الكوليرا وتعديل وضع الآلاف من النساء لواتي التصب والآلاف من الأطفال الذين تعرضوا للاعتصاب أيضا وفي العام 2010 تفشى وباء الكوليرا في هيتي بعد أن قالها مفتشون نيباليون من البعثة الأممية بعد أن القوم يهى صرف الصحي في النهر وأسفر الوباء عن وفاة أكثر من تسعة مواطن وبعد التجول في بعض البلدان العالمية والعربية كالسوريا وجنوب إفريقيا وأيضا في روسيا وأخيرا في آيتي مشاهدين الأكارم نكون قد وصلنا للنهاية هذه النشرة العربية المفصلة المقدمة من القسم العربي بهيئة إزاة والفجر وإليكم الآن التذكير بأفرد العناوين